السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلال عملي كطبيب تعلمت أنه لا يوجد عرض عرض يعني سيمتم يشتكي منه مريض إلا يكون له سبب يعني لا تعطي الأعراض هكذا فإذا شكى لك المريض أي شكوى عليك أن تأخذها بمحمل الجد وتبحث عن سببها حتى تستطيع مساعدته وعلاجها أو التخفيف من حدتها إذن الشفاء أو التخفيف هذا هو عمل الطبيب الله هو الشافي لكن أنت تصف الدواء والله يشفي نعم إذن مريضا من المرضى كبيرة في السن كبيرة جدا عفو تسعين سنة كنا نتناقش بحالتها قالوا عندها ارتفاع في خمائر الكبد وارتفاع في البيلوروبين الآصة والآلة مرتفعة والبيلوروبين قال هذه كبيرة في السن ما في داعي نحن نبحث في سبب ذلك يعني لش من نقعد نساوي لألترا ساوند ألترا يود أو إيكو أو نعمل شغلات كثيرة كبيرة بالسن يعني إذن أنا سمح الله سن كانسر أو شي ما يعني ما في مجال العلاجة فأنا خطر بالي قلت لازم شوف يعني ليش هذا العرض يعني شيء مو طبيعي فعندما راجعت الملف الطبي الخاص بهذه المريضة وجدت أنها لم تكن هذه الأعراض عندها سابقا يعني بدأت الأعراض من مدة كم شهر هذه يعني هذه لا تسمى أعراض تسمى موجودات موجودات مخبرية أو نتائج مخبرية هي ليس عندها أعراض المريض ليس عندها أعراض تتعرض بالكبد إنما هذا تحليل يعني ليس عندها مثلا صفار إكتروس وليس عندها شكوى إنما هذه خلال التحليل الروتينية ظهرت عندها هذه الموجودات هي لابراتوري فايندينجز يعني أو بالسويدي فيند يعني فلم تكن عندها قبل أشهر إن بدأت كانت خمائر الكبد طبيعية والبيلوروبين كان طبيعي فأنا خطر بالي دائما أن الأدوية هي السبب الأكثر شيوعا لأي عرض يظهر عندك بارسن الأدوية الأدوية هي نفسها تسبب أعراض فبحثت فوجدت أنها وصف لها دواء جديد دواء جديد لارتفاع الضغط الشريعي هذا الدواء اسمه كانديكستيل وهو مركب الكنديسارطان اسمه كانديسارطان سيليكستيل كانديسارطان سيليكستيل أو بالاسم التجاري كانديكستيل الكانديكستيل هذا هو من نوع الأنجيوتنسين 2 أنجيوتنسين 2 ريسبتور أنتاغونيست ريسبتور أنتاغونيست أنجيوتنسين 2 ريسبتور أنتاغونيست وهو يستخدم لعلاج الضغط الشريعي ويستخدم أيضاً لعلاج قصور القلب عندما لا نستطيع انطاء الاسي هامري أو تكون كإضافة لها المهم هذا الدواء مكتوب أنه في حالات نادرة جداً يؤدي إلى ارتفاع بخمائر الكبير لكن بجميع الأحوال بجميع الأحوال عندما يكون هناك قصور كلوية فيجب الحذر من هذا الدواء يعني إعطائه بجرعات خفيفة ثم رفعها بالتدريج وإذا كان عنده الإنسان قصور كبدي شديد ما بسي نعطى هذا الدواء نهائياً فشوف أنت أدي الشغلة بسيطة هلأ إحنا شلنا هذا الدواء لأنه ما في داعي إلو شلناه ممكن نعطي بداله إذا ارتفع الضغط الضغط اللي هو عادي منخفض شلنا هذا الدواء شو بصير هلأ بترجع الخمائر الطبيعية وبهالشكل هذا نحنا خففنا عن المريضة قدوم ما أنه نسى والله فحوصات وكذا لأنه لا سمح الله لو أنه ضريطاً بتاخد هذا الدواء وكانت أخرى بتاخد الفيدون مثلاً سيتمول من شانلس مسكين ممكن سي عندها قصور كبدي وبتروح فيها يعني فشوف إن شغلة بسيطة دواء لارتفاع الضغط هو كان السبب والله أعلم هذا هو الشك الأعظم الآن سوف نتابع الأمر ونرى إن حقيقة كان هذا الأمر أم لا لكن إن شغلة بسيطة شيل الدواء بيروح الأعراض إن شاء الله كتير بسيطة نعم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ويفعنا بما علمنا ويزيدنا علماً جزاكم الله خيران والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته